موسيقى السيدات والسادة مساء الخير في تاريخ الصحافة المصرية أسماء عظيمة تركت بصماتها في حياتنا واستطاعت بكتاباتها الشجاعة وبأفكارها المستنيرة وحضورها المؤثر أن تتصدى لقوى الهدم والجمود والتخلف من سلام موسى لإحسان عبد القدوس مصطفى وعلي أمين محمد حسنين هيكل أحمد بهاء الدين إلى عبد الرحمن الشرقاوي وفتحي غانم وصلاح حافز وغيرهم من الأساتذة والرواد الكبار كلهم صنعوا في أصعب الأوقات بأقلامهم الوطنية المخلصة مجد الصحافة والوطن في آن الواحد كلهم خادوا حوارات وطنية عديدة في لحظات فارقة واشتبكوا في معارك صحفية شهيرة كانت نتائجها في أغلب الأحيان لمصلحة الوطن والمواطن ومن جيل إلى جيل سلمت الصحافة رياتها لصحفيين وكتاب نابهين حملوا على عطاقهم رسالتها النبيلة في الدفاع عن شرف الكلمة وعن حق المواطن في المعرفة من هؤلاء ضيفنا اليوم صحفي موهوب بدأ خطواته الأولى في دار صحفية عريقة ثم تحول إلى كاتب من أهم الكتاب في بلدنا تثير كتاباته الجدل وتفجر برامجه قضايا مهمة في الفترة الأخيرة انتقل ضيفنا بقلمه إلى ساحة جديدة إلى الكتابة للسينما والتلفزيون في حديثنا اليوم نناقشه في القضايا الاجتماعية التي يتناولها في أعماله ونسأله عن معركة التي لا تتهي مع الطيار الديني نسأله أيضا عن الحوار الوطني الدائر حاليا في بلدنا والنتائج المرجوة من جلساتها عن الصحافة وأحوالها عن القضايا التي أثرتها أعماله الأخيرة وعما نريده من الحوار الوطني حديثنا اليوم من نصر أهلا بكم الكاتب الكبير إبراهيم عيسى وجه بارز من رموز الفكر والإبداع والتجديد في بلادنا خاض لسنوات طويلة العديد من المعارك الفكرية كانت دائما حرية الفكر والتفكير والتعبير في قلبها كما كانت مواقفه الشجاعة ضد طيارات التطرف والتكفير إطارها وقوامها الوطني بدأ إبراهيم عيسى رحلته مع القلم في مؤسسة روزا ليوسف منذ أن كان طالبا في السنة الأولى بكلية الإعلام وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي كانت تجربته الصحفية الأهم في جريدة الدستور التي أسسها ورأس تحريرها في ديسمبر 1995 وتحولت منذ ذلك الوقت إلى مدرسة صحفية خرجت منها أسماء لامعة كان لها تأثيرها الكبير في الحياة الصحفية المصرية وفي عام 2011 تولى عيسى رئاسة تحرير جريدة التحرير التي استمرت حتى 2015 وبعدها أطلق جريدة المقال التي كانت أول جريدة متخصصة في المقال الصحفي قدم إبراهيم عيسى خلال مشواره العديد من البرامج التلفزيونية التي أثارت موضوعاتها الكثير من الجدل وتزامنت مسيرة إبراهيم عيسى الإبداعية مع عمله الصحفي والتلفزيوني حيث أصدر العديد من الروايات والكتب الفكرية منها مريم التجل الأخير وأفكار مهددة بالقتل ومولانا ومقتل الرجل الكبير وكتابي عن مبارك عصره ومصره والإسلام الديمقراطي واذهب إلى فرعون وتاريخ المستقبل وصاحب المقام وخاض إبراهيم عيسى في السنوات الأخيرة أيضا معارك درامية بأفلام ومسلسلات من تأليفه طرحت المسكوت عنه من قضايا اجتماعية مهمة من بينها الخطاب الديني والتطرف في فيلم مولانا وصاحب المقام والضيف وفي الدراما ناقش قضية الحضانة والعنف ضد المرأة في مسلسل فات أم الحربي كما طرح العديد من مشكلات المجتمع وموقفه من المرأة في مسلسله الأخير بشهر رمضان حضرة العمدة أستاذ إبراهيم عيسى أهلاً وسهلاً بحضرتك معانا أنا سعيدة جداً بوجودك وياكن برضو يعني أقر وأعترف في البداية أنه الحديث معك ليس سهلاً يعني أنت كاتب ومفكر وكاتب روائي ونعقد كبير أنت إنسان يعني زي ما بقولي مختلف عليه يعني هستعير هذه التسمية من برنامجك المشهور أنا شكراً ممكن جداً حضوري مع حضرتك وأعتبرت دي شعادة تقدير لي شكراً في حضرة أستاذة كبيرة عظيمة في مجال الإعلام العربي ورائدة من رائداته وعلامة من علامات السماء والفضاء العربي كله ففي حضرتك يعني كل شيء حضر لا إحنا فعلاً سعداء بوجودك الله يخليك حد إيه حكاية مختلف عليه أولاً هي تسمية جميلة يعني هو ده جزء تعبير مصطلح تراثي فيما يخص متفق عليه ومختلف عليه فنتيجة أنه الغرام الذي أصبح هوساً بفكرة الإجماع والاتفاق وكأنه كل الناس من المفترض أنها تقول نفس الكلام وتفكر بنفس الطريقة وتنهج نفس المنج فكان مهم أن نذكر أنفسنا وغيرنا يعني بأنه فيه هناك ما هو مختلف عليه وكما أن الإسلام يسعى الاتفاق يسعى الاختلاف وأن الاختلاف له قواعده ولو أيضاً علامه اللي فيه احترام متبادل من المختلفين ونقاش محترم وعادل يعني ففكرة الاختلاف شيء إيجابي صحي ديني واجب وليس بالضرورة أن السعي سعي حثيث على الإجماع فقط أو على الاتفاق فقط أما الشخص نفسه بقى مختلف عليه فأعتقد أنه في واقع يعني زي الواقع اللي احنا عايشينه في أوطن العربية في حدة شديدة في استقطاب أشد في سيطرة كبيرة من التشدد والغلو الديني فترة طويلة لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة؟ يعني ما التي أوصلنا؟ طول عمر التشدد والغلو موجود في أي فهم إنساني وفكر إنساني عابراً الأديان وعابراً المجتمعات الجغرافية وطولة الحياة لكن بتي أوقات هذا الغلو وهذا التشدد ينمو ويترعرع ويقبر وينشر وينتشر ويسيطر ويهيمن دي الفترة اللي احنا عشناها بقى في 50 سنة الأخيرة نتيجة نمو سرطاني لطيار مظلم طيار إرهابي بمعاونة من أنظمة ومن أجهزة مخابرات سواء يعني دولية أو عالمية أو عربية حتى فحصل هذا التحالف ما بين من يرغب في الفوضى والتفلت والتمزق والتشتيت ومن يعني يؤمن تماماً إن هذه الفوضى هي بابه للوصول والنجاح والتمكن فكان طبيعي إن هذه الظاهرة تنتشر لكن لما بتنتشر بتنتشر قبل كل شيء بالأفكار على العكس السائد المعتقد إنه هي بتفرط بالسلاح أو بالاختيال أو بالنسف أو بالتفجير والتفخيخ مش حقيقة هم بيسيطروا الأول على العقول والصراع من اللحظة الأولى على العقول هم بيتمكنوا من السلطة عشان تمكنهم من التعليم ومن المجتمع فلما بيسيطروا على مقاليد المجتمع وعلى مفاتيح التعليم بعد كده كل الأمور بتصبح سهلة للأسف هم تمكنوا من الدوائر الأهم لصناعة مجتمع متطرف دايرة التعليم ودايرة الوعظ والإرشاد دا كان سؤالي التاني فعلا ما الذي يعني يجعل هذه الدائرة أوسع العوامل اللي بتدفع إلى الاتساع الحركة المنظمة لأنه في الآخر إحنا أصاد ناس أصحاب عقيدة ولا يمكن الاستخفاف ولا الاستهتار بهذه الجماعات واعتبر أنها جماعات مأجورة أو جماعات عنيفة متطرفة دونما قعدة فكرية بوعي من عليهم طول الوقت بلاقي كتير من أسات ذاتنا يحاولوا يلجأوا إلى فكرة أصل دا شباب مأجور أصل دا أغروب المال أصل دا أغروب النساء دا كلام بيخفف من حجم الظاهرة ومن خطورتها وكمان تشخيص خطأ لأن هؤلاء يعني يموتون في سبيل أفكارهم لا يمكن أن نتجهل هذه الحقيقة رجل بيلف على نفسه حسام ناسف وبيروح الفجر نفسه في خلق الله مدعيا وزاعما متصورا أنه دا في سبيل الله فما تقوليش ورايه على شان 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا مليون دولار دا رايه عشان عقدته دا بيموت فلما تيجي تحلل ما تحلل ليش بالمنطق النفعي الهش دا لا تحلل منطق أنه هناك أفكار تغلغلت في نفس هذا الشاب إلى حد أنه يقدم على هذا الفعل الإجرام طب هذا تغلغ لهذه الأفكار إيه العوامل كانت ممكن تقف ضد هذا التغلغل ضد هذا الاتساع أنا أقول لحضرتك هو الإسلام عمول لو نكلم عن الفكر الإسلامي يتسع لي مفاهيم والمدارس كثيرة عندنا المذاهب كلها المذاهب الإسلامية زي مذهب أبو خنيفة عندنا مذهب مالك عندنا مذهب الشفعي عندنا مذهب من حمّل مذهب من حمّل طول عمره والمذهب المتشدد حتى تلاقي في ثقافتنا المصرية اللي كتباش حبّلي أي ما تباش متشدد متزمّد عندنا الأظهر الشريف دايما عنده أربع أئمة لكل مذهب وينتخم بينهم الإمام الأكبر للمشيخ الأظهر عمر المشيخ الأظهر طالع من المذهب الحمّلي يمكن مرة على مدى 1500 سنة إذن هو المذهب المتشدد صاحب المنطق الأكثر غلوّا لكنه محدود بجمهرية ضيقة وبتمانين أقل اللي بيحصل بقى في المجتمع بعد شوية لما بيظهر ابن تيمية ثم يظهر بعده محمد بن عبدالوهاب في السعودية المذهب الحمّلي يصبح بوعاء أكبر للتطرف والغلو ماشي يعني حضرتك طبعا دايما بتؤكد أنه هناك أفكار لابد من مواجهتها البعض بيفهم أحيانا وهو فهم خاطئ يعني أنا بأقر بهذا أنك ضد الأفكار الدينية المتشددة ضد بعض رجال الدين الذين يتشددوا في أفكارهم لكن لست ضد الدين طبعا أصل هو محاولة تقديم الموضوع لأنه ضد الدين لا محاولة لتشويه الحوار وإسقاط أي واجهة فيه أنت ضد أفكار في الدين ضد أفكار وحتى مش ضد أشخاص لأن الأشخاص دولة يعني مراحين وجايين يزولون ويعني يغيبون إنما الفكرة كلها في الأفكار المقدمة أنت لازم دواجبك أنك تبع في مواجهة مثل هذه الأفكار المتشددة والمتطرفة طب بتعمل إيه في مواجهتها بتنعيشها المشكلة الحقيقة أن الطرف المتشدد هو اللي مش عايز النقاش والطرف المتشدد هو اللي بيرفض الجدل والاختلاف وهو اللي بيوصم المختلف معاه بالخروج والمروق من الدين يعني أنت ما بتقولش أنه السلفي المتشدد ده خرج عن الدين بتقول أنه عنده مفهوم متشدد للدين أنا أرفضه وأنا أحاوره وأنا يعني أقود معركة ضده إنما هو يقول الراخ اللي ضد ده كافر مرتد ضد الدين عايز هدم الدين شايف يا طبيعة حتى التوصيف هنا مختلفة على التوصيف هنا فسهل جدا أنك أنت تجي تناقش أي صاحب أفكار متطرفة فيقولك ده أنت ضد الدين مدعيا أنه الدين مش أنه فاهم في الدين أنه مش التدين اللي عنده لا ده ما يملوك هو الدين فيصبح هو ممثل ووكيل الدين على الأرض ومن حقه أنه هو يحاسب الآخرين بمصطرة أفكاره هو مش أنه الناس مختلفة ومتبينة في أراءها وأفكارها فضلا على المصدرة يعني أنت لا تصدر حقه في أن يتشدد إنما هو يصدر حقه في أن تناقش تشدده سبحان الله يعني أمور بدت وكأنها يعني عجائبية غرائبية جدا ما الذي يحتاجه الفكر الديني في مصر أنا بكلم على سبيل التحديد في بلدنا حاليا حتى يعني يخرج من هذه البوطاقة ضيقة جدا إطلاق الأفكار يعني أولا نحن نحترم كل الاختلافات في الأراء وندع الأفكار تنطلق بين الناس بدون محازير وبدون محظورات وبدون تهديدات وبدون تلويح بصدراء أديان وكل الناس بتكتهد في إطار الدين النواية دي بتاعت كل قلب ما ليش داعه دي بتاعت ربنا يعني لا أحد يعني يشغله قلب الآخر خلينا نشغل بفكره المطروح فالناس تقول وتنطلق إنما أنا أعتب على الجميع يعني بل ومفترض أنك مجتمع وحاسب كثيرا من الجميع دولة إنه هم لا يسمحوا بإدارة حوار حر حول كل الأفكار الدينية اللي موجودة في الشرع المصري بصرف النظر عن ميولك أنت لإيه؟ أنت بتحول مشايخ وشيوخ إلى مقدسين ممنوع الاقتراب أو النقاش أنت بتحول أفكار إلى كأنها ثوابت دينية مع أنها أساسة يعني أمور متزلزلة في بدايات الإسلام مش جاء النهاردة كمان حد يناقشها منسوفها نسفا منسوفا نسفا في صدر الإسلام ومع ذلك مقدمة لنا وإعتبارها ثوابت لابد من التمسك بيها وأي نقاش حولها واختلاف معها بمثابة المروق والخروج من الدين في جوج من الإرهاب الشديد على أصحاب الأراء والرؤى المقتلين من من؟ من الطيار الإسلام التقليدي من الطيار الإسلام التقليدي السلفي والإرهابي طب لماذا؟ قادر أقول لحركة دكتورة درية ما فيه لا يوجد إرهابي إلا وهو سلفي يعني بالضرورة كل إرهابي سلفي طبعا ليس بالضرورة كل سلفي إرهابي لكن بالتأكيد كل إرهابي سلفي إذا فهمنا أن السلفية هي المحيط الواسع الآمن لإنتاج المتطرف والإرهابي يبقى نروح نناقش السلفية بقى ونعد نتحاور معها ونفكك فيها وناخد ونجد معها بالزوء كده وبالدماثة وبالأدم وكل شيء لكن السلفية لا تريد أن تسمح لك بنقاش حول مفاهمها اللي هي إحنا وهم عارفين أنه مفيش إرهابي إلا هو سلفي هيجي يقولك أصول لا طبعا هو كده بقى الإرهابيين كل إرهابي مسلفة تقول ما فيه هو الإسلام والواد الإرهاب لا يا عزيزي الواد الإرهاب السلفية مش الإسلام يعني لا يمكن واحد على المذهب الحنفي شال السلاح وقاتل حد فيك يا بلد أطلاق لا يمكن واحد يقول أنا فاهمي معتزلي شال خنجر وضرب بيه شجرة مش ضرب بيه بني آدم إذن اللي بيقول اللي بيرفع السلاح ويقتل واللي بيقول على الناس منهم كفر واللي عايز يفرض الخلافة الإسلامية من روجة نظره واللي بيقول أنا ممثل الإسلام والدين على الأرض ده السلفي طب خلينا ناقش السلفي بق يعني فالتطار الدين التقليدي المسيطر عليه والمهيمن عليه من السلفيين فيه كافة النواحي والأرجاء يعني واللي محمي أيضا بفكرة أنه هذا ما وجدنا عليه أبا أنا ما قالنا 40 سنة بيقول نفس الكلام فتصورنا أن هذا هو الدين هو اللي عامل الحماية والحصانة من مراقشة أي مفهوم ديني يفكك البنى السلفي اللي بيودي قطعا للإرهاب يعني حدك بتتكلم عن 40 سنة طب البعض بيقول أن هناك مثلا فيه آيات في الكرآن كثيرة تفسيرها يعود إلى 890 سنة فاته ألا تستحق منا نظرة أخرى صحيح على اعتبار أنه نص مقدس صالح لكل زمان ومكان أنا أعجب أن الإيمان الشديد بأن الإسلام صالح لكل مكان وزمان بينما هم شلين فهمه لسنة 855 ميلادية بوفاة ابن حنبل يعني هل يعقى الأمة إسلامية بمليارات البشر متجددين عبر ألف وتقريبا 500 سنة فقط توقفوا من قرابة ألف سنة ولا 900 سنة توقفوا عن التفكير عن التفكير وعن يقول لديهم مذهب جديد للحياة بكل ما استجد فيها هل معقولة تفسيراتنا للقرآن الكريم تنتهي إلى بضعة تفسيرات على مدى 500 سنة اللي فاته اللي يتصدى للتفسير سيد قض يبقى أحدث تفسير بالنسبة لنا هو سيد قض هل معقولة أنه ما اعتادوا الناس وتعرفوا عليه من ألف سنة هو ما يجري الآن ويستمر الآن ما صالح لكل زيانه وكانت إزاي وبعدين في الأصل أي دين هو صالح لكل زيانه وكان ما المسيحية صالحة لكل زيانه وكان ما إنها موجودة هي ما اليهودية أبلها موجودة الغد دلوقتي وفي دين اختفك إنما الفكرة أن الأفهام بتتغير الأفهام يدخل عليها عصرها ويحصل إنتاج وتجديد إنما ما يحدث الآن هو محاولة إعادة إنتاج الماضي بصياغات تقليدية وبليدة في الغالب ثم فرضها على الآخرين ومصدرة أي نوع من أنواع الاجتهاد في أي مجال وده أمر شديد يعني مؤلم مؤلم لأنه أنا يعني مثلاً دكتورة دورية مخطوطات صنعاء تلك المخطوطات التي اكتشفت سقوط أحد خوائط الجامع الكبير في صنعاء في أعتقد 1972 أو 1974 المخطوطات التي اكتشفنا أنها أقدم مخطوطات كتب عليها ودون عليها آيات القانون الكريم هل يوجد جامعة واحدة مصرية أظهر أو غيرها أو جامعة واحدة عربية تدرس هذه المخطوطات؟ بتدرس برة بتدرس في الوطر العرب هل إحنا عندنا يعني كثير ما يعرفوش أساساً أنه تم اكتشافها بالضبط وما أنت جيته وإيه اللي فيها ومقررته بالنسخ اللي معاينة وإيه اللي خلالها هل لدينا في مكتبة الأذر الشريف رسائل علمية عن أقدم مخطوط للقرآن سواء اللي موجود في مصر أو موجود في اسطنبول أو موجود في ألمانيا إحنا أصاد إحنا بننقل من الكتب الأديمة وننقل من الكتب الأديمة دونما أن نقرأ بشكل مختلف ونحن في مواجهة عصر مختلف بمعطيات مختلفة يعني هم طول الوقت يقول لك أن التطور التكنولوجي يا جماعة أيها العلوم التطبيقية تطورت جدا في كل الحياة الدنيا لكن كمان العلوم الإنسانية تطورت يعني علم النفس الذي يدرس الآن وعلم اللغة الذي يدرس الآن في الغرب ليس علم اللغة ولا علم الاجتماع الذي كان يدرس من خمسين سنة ولا من مئة سنة إنما إحنا كأننا في حالة شلل أمام الفضار يعني هذا التشبث بالماضي لماذا؟ لأنه يجلم مصلحة للمتشبث أنا لا أعرف إلا هذا لا أؤمن إلا بهذا ده من جهة الجهة المتشبثة لكن يعني المجتمع يعني لماذا؟ الصياغة العربية عموما لأي تغيير قلقة تجاه أي تغيير الثقافة العربية ثقافة بتتبع ثقافة إبقاء واستمرار الحال على ما هو عليه تغيير وتثوير وتجديد فطول الوقت في حالة شكرا بنسمي نفسنا المجتمعات المخافظة المجتمعات التقليدية لا يمكن أن توصف المجتمعات العربية والمصرية منها بطبعات الحال في أي دراسة اجتماعية في أي مكان في العالم إلا بأنها مجتمعات مخافظة مجتمعات تقليدية المجتمعات المخافظة التي تريد أن تخافظ على ما هو موجود على ما هو عليه المجتمعات التقدمية هي اللي بتتقدم للأمام وبتغير فيما هو مخافظ عليه وده الفرق الكبير اللي بيخليش عندنا مخترعين ليه إحنا مسألناش نفسنا ليه ما عندناش مكتشفين ليه ما عندناش مخترعين ليه ما عندناش ناس عملوا اختراعات حديثة ليه ما عندناش ناس اكتشفوا في الفضاء شيء مختلف عملون لأدوية جديد ليه؟ لأنه مجتمعات مخافظة مش مجتمعات بتاعة التجديد والتغيير والتطوير بس البعض ممكن يسأل حضرتك يقولك ايه مثلا داخل علوم الفضاء بالفكر الديني ما الذي يمنع عالم فضاء انه يكتشف عوالم اخرى وهو مع او ضد الفكر الديني ايه اللي يمنعه؟ ما فيش مانع خاص بي هو اكتشف فضاء يعني حتى لو ميجي نقعد نتكلم احنا ونقول دكتور فروب الباز اكتشفه هناك مش هناك تلو على المجتمعات دي مجتمعات نحن مجتمعات محرضة على الابداع في كل المجالات العلمي التجريبي الديني يعني الفكر الديني المتشدد ممكن ان يكون عقبة ضد التطور العلمي؟ عقبة تامة عقبة كارثية لانه هو بيمنع طرح الاسئلة مش البحث عن الاجوبة حتى ومعطل البحث العلمي يعني احنا ننكلم على خلق القرآن القرآن مخلوق اللي ازالي القصة القديمة من ايام المأمون هل يمكن ان يعد طرحها الام بمنحة مختلف؟ هل انا احتكم اليكم في عنوين مكتبة رسالة الماجستير والدكتورال للأظهر الشريف ان وجدتم شيئا لو اي علاقة بالعصر فانا مدين بالاعتذار كل ما هو اعادة انتاج هتلاقيه فيه هذه الدراسات ورسالات طيب يعني البحث فيه ما مضى البحث فيه ما مضى عما هو مبحوظ فيه ما مضى يعني اقول لي حضرتك حاجة احنا عندنا شيء شهير جدا بيتدرس في القصر احنا بنتدرس بنتدرس حاجة حواشي على هوامش على متن يعني فيه كتب عندنا بتدرس الملاحظات اللي اتقالت على هوامش كتاب اتكتب يعني احنا بنقش الكتاب احنا بنقش الحواش اللي عليه يعني احنا قصاد مشهد اقبل بانه التراص يحترم بطبيعة الحال لانه هو تراص ولانه فاسده وطيبه يبقى مجال دراسة وقراية وعناية ده شيء مهم جدا لكن ما بيبقى مجال تقديس ولا مجال ندفل نفسنا فيه الحضرين بتسأليني ليه احنا ما بنجددش هو السؤال نحن لا نجدد في كل شيء في مجتمعاتنا وكأننا محلك سر عشان لم نجدد في الفكر الدين كل شيء يبدأ وينتهي بالاصلاح الديني وده امر لا اقول انا ولا اتمنى انا فقط بل تمنى اسزة الاسزة عملقة العمالقة زي امامنا العظيم محمد عبدو واعتبر الشيخ محمد عبدو ان هو الاصلاح الديني مقدم على الاصلاح السياسي الغرض هنا دكتورة درية اللي بقول عليه انه هنا في حالة تكلس فكري في حالة تكدس تراثي احنا مش بنعمل ما هو لصالح المستقبل ولا التقدم طيب فاصل ونعود لحضرتك مرة شكرا جميع اخرى اسزة ابراهيم عيسى انا عايزة اكلم حضرتك بقى كاتب درامي على سبيل التحديد دايما بتذكر اتنين من كتاب الدراما الكبار هم وحيد حامد واسامة انوار روكاش ودايما بتقول انا عايزة اكمل مسيرتهم صحيح لماذا؟ الاستاذ اسامة انوار روكاشة في الدراما التلفزيونية يعني عمل مدرسة قائمة بذاتها وخفر نهر الحقيقة لا زال النيل يجري على رأي عنوان مسلسله الشهير الاستاذ وحيد حامد واحد من افزاز الدراما السينمائية والتلفزيونية وايضا هو اللي وضع فكرة الفيلم السياسي والفيلم اللي في مواجهة التطرف ومواجهة الظلامية باعتباره عمل درامي ناجح وجماهيري مقوة كل اسد زيتنا الاخرين وهم اسد زعبا قرى بطبيعة الحال كلهم انشغلوا بعوالم متعددة ومتميزة للغاية لكن كان فيه خطين رئيسيين في اعمال اوسامة انوار روكاشة ويه وحيد حامد الخطين دوله هو ده الهوية التاريخ الدين السياسة العالم ده لم يكن متوفرا عند كتير من كتابنا واختروا عوالم اخرى ياخدوا فيه يعني انا احب جدا العالم اللي بيكتب فيه استاذنا محمود ابو زيد الله يرحمه والسلاسية العظيمة بتاعته بتاعت العار والكيف وجريب وحوش وفكرة العلم والدين والضمير كل دي امور ممتازة وكل كتابنا يعني على العين والرأس إلاما بالنسبة للاثنين دوله هم علامات فريقة في المجال ده والان انا تقريبا يعني في حض الاثنين دوله من اليوم الاول يعني انا اول لقاء بينه وبين الاسداز اوسامة الاروكاشة كان بعد ما عمل مسلسل المشروبية ورحت قابلته انا صحفي شاب صغير في مقتبل العمر حتى ربما كنت لسه طالب في الجامعة في شائطه في ربيع الجيزي يعني قديمة جدا يعني استاذ وحيد حامد منذ اليوم الاول واحنا هو كان له علاقة حميمة بمجالة روزة اليوسف عيس كنت يعني اعمل بها وكنت مسؤولا فيه فكنا تقريبا نلتقي مع بعض الصباح كل يوم وعيشت اعظم اعمال وحيد حامد وهي تكتب وهي تصنع وهي تعرض وهي تسير الجدل فطول الوقت انا فيه كنف دوائر العظيمين وكان فيه صداقة ازعم انها صداقة شخصية اول مشروع اشتغلته كالسينيما كان مشروع مع الستاذ احمد زكي الله يرحمه فيلم السادات فمن اليوم الاول انا باستدعى ككاتب لمهمة مش لفكرة ان انا يعني اعمل فيما يكتب فيه المبدعون الكبار الزملاء التي سابقون او الحاليون انا بكتب في مهمة المهمة بتاعتي ان انا اكتب فيما هو يشتبك ما بين عالم السياسة والدين والهوية وعالم الدراما طيب هذه المهمة اللي حضرتك بتتكلم عنها بتقول انا دايما وانا بكتب دراما بقى اكون فيه مهمة كتاباتك الدرامية اللي فاتت كلها هل اتت ثمارها وهذه المهمة نجحت في انها تغير اشياء ما في المجتمع المصري في القانون المصري اهم شيء بالنسبالي انه بعد رحيل استاذنا عوكاشا وبعد رحيل استاذنا عحيد حامد هذا النوع من الكتابة مع وجود اساس وكبار في كل المجالات هذا النوع من الكتابة بدأ وكأنه يعني مش مشبع فانا رحت لهذا النوع من الكتابة كي يعني انه انا من مؤمنين بالتنوع والتعدد وانه لازم فيه افلام اكشن وافلام تجارية وافلام رومانسية وافلام كوميدية لازم فيه دراما حربية ودراما عسكرية ودراما اجتماعية ودراما كوميدية فالدراما السياسية دي أعتقد أن حاولت أن أنا أسد جانباً فيها فظهر مولانا وظهر الضيف وظهر صاحب المقام وظهر فات الأمل حربي وظهر حضرة العامدة ودولها من 2017 يعني في ست سنوات خمس أعمال من النوع ده بيظهروا موضوع المرأة والقوانين التي تحكم حياة المرأة شغلك؟ جداً طب هل الأعمال الدرامية اللي قمت بكتابتها هل أتت بأي جديد في القوانين الخاصة مثلاً بعالم المرأة؟ أنا أحب طبعاً أن أزعم أن مسلسل فات الأمل حربي حرد الدولة المصرية على تغيير قوانين لحوال الشخصية أو بصدد هذا التغيير ولعل بعد نهاية المسلسل وأسناء عرضه كانت هناك حوارات قانونية واجتماعية ونيابية وبرلمانية هائلة وواسعة سيد رئيس الجمهورية بنفسه تدخل وطلب وكلف الحكومة وعقد لجنة وشكل لجنة لعمل إعادة النظر في القوانين فريد شوقي نفسه في جعلوني مجرماً اللي انتهي إلى قانون بالعفو عن السابقة الأولى وعدم موجودها جوه السجل الجنائي للمتهمة مدامة لم تكرر ده دور من أدوار الفن دور يعني ليست دور الوحيد وليست دور الأهم لكنه دور مهم بمعنى أيوة أن الناس تتحك لما تترجع على المسلسل ده دور كويس وعظيم على فكر لكن أيضا أنها تفكر وتتنور وتغير قوانينها ده دور أيضا مهم أو تضغط حتى لتغيير القوانين تصدع رأي عام لتغيير القوانين ده ده أدوار كل مننا يقوم على قدر همته وموهبته ومهمته فأنا اعتبرت نفسي أن ده جزء من المهم لكن كمان أنشغل بالمرأة لازم أنشغل بالمرأة لأنه كمان الطيار السلفي والطيار المتطرف لا ينشغل تقريبا إلا بالمرأة ولازم نسأل ليه بيعمل كده يعني ليه معني ومهووس بفكرة المرأة وتحريب المرأة وتجريب المرأة لأنه هي العمود الحقيقي للمجتمع المرأة هنا هي توازن المجتمع الحقيقي والنفس الإنسانية والبشرية كلها لا يمكن أن تستقيم إلا بالمرأة ولا يمكن أن تنجح إلا بالمرأة فهو لما يعد يضرب في المرأة بيضرب فيه نموذج الرقة والحنان الشراكة الدفء المساواة يعظم من فكرة الاستعلاء هو عايز يقول أن المسلم يستعلي على غيره من الأديان والذكر يستعلي على المرأة لا كده كتير وعشان كده فيه حرب ضد المرأة الحرب ضد المرأة ده للأسف مع جانب محافظ وتقليدي في مجتمعاتنا بيجي دورا فتلاقي حرمان من المراث تلاقي في قصوة مراهيبة في قانون الحوالي الشخصية كأنه موضوع من قبل يعني ناس يعني مهمتهم السادية ضد المرأة وده ظهر في دراما رمضان السنة طبعا في عمل جميل وبديئة تحت الوصاية للفنانة الكبيرة مونا زاكي والأستاذة شيرين والأستاذ كاليد دياب والأستاذ شاكر قديمه فأعتقد أن احنا أصد لابد من الاهتمام الشديد بالمرأة احنا نتكلم على 48.5% من نسبة سكان مصر مصر المؤنسة وإحنا نتكلم على 30% من الأسر المصرية تعيلها امرأة ده 30% بتعيلها امرأة زودي بقى الامرأة دي اللي بتشارك الرجل في بيئة الأسر الأخرى فهتلاقي تقريبا 90% من الأسر المصرية تعيلها امرأة بالشراكة مع رجل او منفردة فهي يقولك المرأة ما تشتغلش جنون احنا او ينتقص حقها او تعامل كائن أقل وكائن أدنى ومش عايزين الدراما تكتب يعني هو السؤال الحقيقي هنا لماذا هذا العداء لماذا تلك الكراهية تجاه المرأة في هذا الفكر جزء من الفكر ده فكر استعلائي قائم على انه هو أهم من الآخرين انه هو مختار من الله انه هو مكلف من الله والمكلف هنا الزكر فبينظر للمرأة باعتبارها متاع الشاهد هنا انه محاولة تمزيق اي مجتمع يبدأ بتمزيق العلاقة بين رجله وامرأته ثم ما بين مسلمه ومسيحه ثم ما بين مواطنه والأجنبي عنه الغريب عنه بقى فهو ده ده الفكرة اللي بيعمل اول حاجة يعمل انه يقوم يعني هذا التفكك ده انا عايز اعود مرة اخرى واقول انه اي شاب مثلا تم تجنيده وبقى ارهابي اول حاجة بيعملها ايه بيدخل بيت ابوه وامه ويقول على ابوه وامه انهم كفر ويضرب بيء اخته عشان مش محجب هو عشان يصنع الارهابي لازم يعمل له الفصام بين اهله وبين عيلته ويجعل منه ابن الجماعة مش ابن العائلة اي وبعدين يعمل بقى الخطوة التالية يروح يتخنق مع الشهر الجابعة لان ده مش ده الدين بتاعكم الدين هو فيبقى كمان يفصل منه وبين الدين ثم يتخنق مع جاره المسيحي على اعتبار انه جاره المسيحي اهلي زمة تشوف الفصامية اللي بتحصل ده يقعد يخلعه من المجتمع يخلعه من المجتمع اول خلع هو العلاقة مع المرأة بالتأكيد طيب كل هذه الافكار الغير منطقية وحتى غير دينية وغير سليمة شايف حضرتك نظرنا نظرهم ده عمق الدين واصله وفصله وفرضه نحن ضد هذه الافكار كيف نواجهها يعني الدراما طبعا احد الوحدة من الوسائل طبعا الدراما نوتيح لها ماذا عن التعليم مثلا ماذا عن التعليم التعليم هو رأس الحرب الحقيقي التعليم هو الذي يجب ان يواجه كل هذا من اللحظة الاولى لما بقول نجدد الخطاب الديدي لما بنقول نطور مناج التعليم الحقيقة اللي منوط به هذا العمل مش مصدقه بيعمله على طريق الوظيفة فممكن اصل ده يزعل فلان يشيله اصل ده مش عارف ايه انه هو مش مختنع بيه الصح ويه الغلط عنده شكود انه وانت البنت ويهة صغيرة ما تفصلش بين الناس بالزي ولا بالدين وما فيش ده طيب يعني فكرة مراجعة المناهج التعليمية مش بس مراجعة الانسورة درية اعادة كتابتها المناهج التعليم على افكار ومبادئ وقيم سماحة حقيقية واشير الى نجاحات بمناسبة ان احنا في حديث العرب في مناهج لدول عربية اخر تشجعت وعملت واشتغلت على هذا فعلا احنا لسه عندنا يعني غيرت تلك المناهج جدا يعني الان حولنا هناك تغيرات كتيرة جدا في مجالات عدة من ضمنها زي ما حضرتك بتقول التعليم المجال الفني المجال المرأة طبعا المرأة القوانين للأحوال الشخصية بنكلم على الثقافة وعلى الاعلام دي امور غاية في الاهمية ودي دي غاية في المجتمع انا عايز استعيد مرة اخرى التاريخ خبرة احنا كنا لغاية سنة 1974 دولة مدنية مصرية فيها الدين لله والوطن للجميع فيها لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين وفيها مآزم مصر وقباب ومآزنا بتؤذن من خمس صلوات في اليوم والناس تأموا الجوامع وكنائس وكلنا في حالة من حالة وزعت قراري كريم شغالة ومنصوف روايا كل الدين موجود وحاضر حضرتك بتقول دولة مدنية صحيح دلوقتي المفهوم السائد عن الدولة المدنية انها دولة لا دينية لا ده مفهوم خاطئ بطاعة الحال كيف نواجه؟ لانه احيل حضرتك الى مشهد في رمضان الماضي كان بيتباهى بيه كثيرون من طار السلفي وبيقدموا باعتبار وكأنه بطولة وعظمة مجموعة من عشرات او مئات المسلمين بيصلوا صلات التراويح قيام في بيكاديلي الميدان في لندن او في تانسكوير في امريكا وبيقدموا ده باعتباره يعني عظمة على الاسلام انا مش عاني في العظمة وفي ان احنا ناس بتصلي وبتقدي فرض ربنا او سنة نبية لكن العظمة هنا عظمة المجتمع الامريكي والعظمة المجتمع الانجليزي المجتمع المدني اللي سمح لك انك تعمل شعيرتك بهذه البساطة واللطف راح قدم للحي بلدية طلب البلدية وفقت والله حاجة لطيفة والناس تعبد ربنا وحاجة جميلة وطقس جميل في رمضان والسياح يقف ويتفرجوا ويصوروا وحاجة جميل جدا ده الفرق من الدولة المدنية والدولة الدينية فأتصور لا احنا كنا دولة مدنية حتى منتصف السبعينيات في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت اجتمع تقريبا خمسة من الطلاب كلية طب بأصر العيني في اجتماع قرروا فيه وهم جماعة اسلامية انهم ينضموا لجماعة الاخوان المسلمين وتحولت مصر من هذه اللحظة لما انضمت الجماعة الاسلامية اللي انشئت في الجماعات برعاية من الدولة وقتها مع تحالف مع الاخوان المسلمين اللي خرجوا من السجون برعاية من الدولة نفسها وبدأ فكرة اذاعت ونشر وغلغلت بقى الجماعات الاسلامية في كل مصر فبدأ بقى الطلبة يضربوا زميلاتهم عشان يتحجموا ويكسروا ويخشوا مع الحفلات اللي بتلعاقت في الجماعات فيدغدغوها دغدغة ويحطبوها يعني حالف بتتكلم عن تقريبا خمسين سنة فاته بالضبط يعني مسألة استمرت صحيح احنا الدولة المصرية لو احنا اعتبرنا انه نشأتها الحقيقية مع دستور الف تسعمائة ثلاثة وعشرين يعني يعني بقى مئة سنة منهم خمسين سنة في ظل دولة مدنية وخمسين سنة في ظل سيطرة من الطير السلفي على المجتمع يايز مش مسيطرة على الدولة لكن هو مسيطر على المجتمع طب انا هسأل حضرتك حاجة يعني خاصة بما يدور الان في مصر وهو الحوار الوطني وله يعني سبل متعددة هل ممكن نتخيل انه سيحوي تلك الافكار هل سينقشها هل سيترحها على الناس طبقا اللي هو معلن ومنشور عندنا تسعتاشر لجنة بتسعتاشر محور في الحوار الوطني محور اقتصادي واجتماعي وسياسي لتسعتاشر ملف بتسعتاشر لجنة يعني المحور دي يعني تفرع عنها تسعتاشر لجنة وتسعتاشر ملف مفهومش تجديد القطاب الديني ولا فيه منقاش عن الثقافة اصلا وده برضو جزء من غائب يعني الحوار المجتمعي الا يحوي مثل تلك الافكار لا وموجهتها غير مطروح يعني لم يطرح وده شيء برضو من قبيل وحاولة التوازن بس الحوار ممتد فقد يعني ربما ما يستجد من اعمال يعني حقيقة يعني اذا طلبت انت به وانت زحب قلم صحفي وطلب به اخرون ودخل يعني هذا النقاش مثلا في المحوار الاجتماعي اكتر من كده انا هقول ان سيد رئيس الجمهورية شخصية في مؤتمر الاقتصادي وهو يشير الى بد المؤتمر الحوار الوطني طلب من الحكومة ومن امانة الحوار الوطني مطلب رئاسي منطوق رئاسي الهواء مباشرة ان احنا نعمل مؤتمر ايضا لتجديد الخطاب الديني هذا ما قاله الرئيس اتصور واحنا بنتكلم ربما في ديسمبر الماضي حتى الان لم يتم اي استجابة من اي نوع وهو الرئيس الذي قال وليس فردا او مفكرا او كاتبا او اعلميا طب يعني نأخذ دعوة سيد الرئيس ونقدمها مرة اخرى نتشبس بها مش نأخذها بس نمسك بها ونتشبس ونصر عليها ونلح عليها ونستند الى قوتها العلنية دي في ان احنا نطالب بحوار وطني او بمؤتمر لتجديد الخطاب الديني ذلك الذي طلبه سيد رئيس الجمهورية شخصية طيب يعني الان في مصر في تلفزيون في صحافة في مواقع تواصل اجتماعي الى اخره ودخل الينا طبعا الجديد الان هو زكاء الاصطناعي تفتكر ممكن يؤثر علينا وعلى الاجيال الجديدة في مصر في اي اتجاه هو يؤثر على العالم كله دلوقع اذا في قوانين بتكتب الآن او بيشرع عليها في الكونجرس الامريكي عشان لا يؤثر في الانتخابات الامريكية الفين واربا وعشرين اي فندم احنا علاقتنا بالتكنولوجيا علاقة مستهلك مش علاقة منتك فهنا نتأثر بها سوف نتأثر بها زي ما تأثرنا بوسائل التواصل الاجتماعي وانا يؤسفني ان انا اقول دايما ان احنا منعمل ما يجبه الاستخدام المتخلف للتكنولوجيا المتقدمة لانه اي تكنولوجيا هي محد تكنولوجيا اللي بيستخدمها البشر البشر بثقافيتهم بوعيهم بادراكهم فاعتقد ان احنا قصاد الزكاء الصناعي سوف يعني نشهد كوارث مصرية خالص يعني دايما اميما عندنا عطاء مصري خالص كده لانه هنستخدمها على الطريقة اللي استخدمنا فيها الانستجرام واستخدمنا فيها تيك توك والفيسبوك وتويتر طب يعني كيف نغير الاتجاه ان يبقى الاستخدام استخدام مفيد لا امام من غير الوعي هو رفع درجة الوعي ورفع النسق العام كده او مستوى العام لوعي المجتمع المصري وتعظيم العقل النقدي يعني رفع الوعي بالتعليم وبالإعلام وبالثقافة وبالخطاب الديني وبكل الأدوات اللي بتقاطب المواطن يعني بالتأكيد بالتأكيد يعني طبعا كنا يعني همنا انه هذا الحوار يمتد بنشكر حضرتك جدا أنا اللي شافر ونتم ان شاء الله مرة أخرى في الختام أشكر ضيفي الكبير الكاتب الصحفي والإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عيسى ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر اشتركوا في القناة